واحد خبير يهودي عالم من علماء اليهود وقرأ كتب الأنبياء السابقين توراة وإنجيل وزبور وصحف إبراهيم عليه السلام فعنده خبرة ومعلومات كثيرة جاء يعترض على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أنه وإنتما جعلتم لنبي فضيلة إلا نحلتموها لنبيكم لزكتوها بنبيكم تناقشوني لولا تناظروني لولا الرواية تقول فكاع القوم عنه انهزموا خافوا منه شافوا هذا واحد ثقيل مو أي واحد يقدر يناقشه فقال علي بن أبي طالب عليه السلام نعم ما أعطى الله نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة إلا وقد جمعها لمحمد صلى الله عليه وآله وزاد محمدا صلى الله عليه وآله على الأنبياء أضعافا مضاعفا ما عندك تعال يعني عندك أنه نبينا أقل من أنبياءكم لا كل ما لدى الأنبياء لدى نبينا وزيادة أضعاف مضاعفا أيضا وهذا ما نلتزم نحن به أتباع النبي وأهل بيته عليهم السلام المخالفين مع الأسف لقلة معرفتهم بسيرة نبينا الحقيقية لأنهم ما أخذوها من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام يظنون أن هناك مكرمات حضية بها أنبياء الله السابقون لم يحظى بها نبينا الآن اسأل العام العادي من المخالفين قل نبينا أحيى الموتى أم لا يقول لك لا هو بس المسيح ابن مريم مثلا عند أنه بس المسيح اللي أحيى الموتى أما نبينا ما أحيى الموتى أصلا هناك دعوة لدى بعض أهل الخلاف أنا سمعتها من بعض المتحدثين منهم بأذني أنه يقول أنا أقسم بالله أن نبينا ليس له أي معجزة سوى القرآن بس ما عند أي معجزة بس القرآن في حين نحن نلتزم بأن لنبينا مئات المعاجز في أثر عندنا أن لنبينا صلى الله عليه وآله أربعمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وأربع وأربعون معجزة أربع أربعات هالشكل معاجز كثيرة لنبينا كان من بينها وأنا أقول من أقلها أصلا إحياء الموتى شنو إحياء الموتى بالنسبة إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله مثل شرب الماء بالنسبة إلى مفتشي أصلا مفتشي بإذن الله عز وجل هذا اليهودي الخبر هذا كلش طويل موجود في الاحتجاج يجيب نبي نبي من الأنبياء صلى الله عليه ويذكر ما أعطاهم الله عز وجل زين فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرد عليه ويقول لنبينا مثل هذا وأعظم ويذكر له شنو صار وبالأخيرا من اليهودي يسلم أخيرا